سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط أهلاً وسهلاً بكم معي من جديد أعزائي متابعي القناة الجدد أهلاً وسهلاً بكم معي إخوتي شرفتوني ونورتوني ما تنسفشون فضلكم دعم القناة بالضغطة نزل الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديدة دروس بإذن الله نواصل أحبتي تقديم دروس الكتاب المدرسي يعني نواصل لتقديم دروس الفصل الثاني كما رحكم تشوفوا معنا اليوم بإذن الله رح ندخلوا للوحدة الثانية الخاصة بالمحور الأول رح نشوفوا فيها يعني مجموعة من الدروس تتعلق بالتراث اللي هو الباتخيمون كذلك نتعرف على بعض التقاليد الجزائرية ونحاولوا أننا نكتبوها يعني ونديرو لها وصف وتعرف تابعوا معي أحبتي نبدأ في شرح صفحة رقم 93 كما رحكم تفو معنا Observe l'illustration يعني لاحظ هاد الصورة التوضيحية رح نقرأو هاد الحوار الذي دار بين هاد الشخصين C'est aujourd'hui le premier jour du printemps ماماً ما نتعرف على بعد للمشاهدة 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 اليوم هو اول أيام فصل الرابيع للمشاهدة للمشاهدة لنا البراج اللي هو يعني حلوة تكون محشوة بعجينة التمر للاحتفال بهذا الحدث يعني احنا كجزائريين كامل يعني نعرف وصفة البراج او المبرجة تحضر في بداية فصل الرابع شهنا لنساء و الأطفال يخرجوننا إلى الحقول يقتفوا كل أنواء الأزهار و النباتات وكيف تحتفلونا بفصل الرابع في منطقة تيكم هنا هاد سؤال يكون موجهة للتلاميذ يعني كون تلميذ يجاوب على حسب يعني العادات والتقالية اللي قموا بها في المنطقة تحهم نواصل هنا جيكوت و جيكمprend أستمر و أفهم ماتنان توايكوتر ان دوكمان صنور نوبلي پا دلير لكيسيون أفن شاكيكوت الان ستستمرنا إلى وثيقة صوتية لا تنسوا قراءة الأسئلة قبل كل استماع الفائدة من قراءة هاد الأسئلة هي أنكم لما تسمعوا النص رايحين تعرفوا الإجابة يعني بطريقة سهلة ولا أحبتي يعني راح نخلي لكم هاد لدوكمان صنور رايحين استمعوا ليه بعدها رايحين مدلكم يعني نسخة مكتوبة راح نقرحها لكم و نشرح لكم يعني شرح سهل و بسيط كالعادة يعني كما تعودتم معي بعدها راحين نرجعوا و نجاوبوا على الأسئلة تابعوا جيدا أحبتي واركزوا مع النص حتى تقدروا تجاوبوا فيما بعد موسيقى 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 قد أيها الأبراج. هذه المنفصلة المنفصلة ومعنى المنفصلة تقلقها فيها المنفصلة ومعنى الأساسيين ومعنى المنفصلة ومعنى المنفصلة ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة La joie et l'allégresse se dessinent sur tous les visages. Ces instants représentent une opportunité de rencontres et de retrouvailles et également l'occasion d'apprécier et d'admirer la beauté d'une terre généreuse et riche. Le printemps à Borge Boirerich Le printemps à Borge Boirerich réveille une importance singulière. Arrabi'h fi madinets Borge Boirerich Lahu ahamiya khasa wa ahamiya kabirajitel Chaque année, la population organise une manifestation appelée localement Chaw Arrabi'h dédiée justement à l'arrivée du printemps. Kullasana, suken al-mantika yunadzimouna tadahora ou ihtifalat Tout s'amma bi'at-sasmiya al-mahaliya chaw Arrabi'h Yani bidayet Arrabi'h Mouhdet bi'sefa khasa li'kudoum Arrabi'h Premier signe annonciateur de cette fête La préparation de quelques plats traditionnels Qui vont achalender une série de coutumes locales Cette tradition culinaire se déclim par l'ambarja dite aussi al-baraj يعني, aul' علامة لهذا الاحتفال هي تحضير بعض الأطباق التقليدية التي تتميز بها المجموعة أو سلسلة من العادات المحلية هذه العادات المطبخية يعني, la tradition culinaire يعني, تتعلق بالطهي والمطبخ تتمثل خاصة في المبرجة والتي تسمى في بعض المناطق الأخرى البراج Cette manifestation locale profondément ancrée puise ses racines des antiques traditions et coutumes que se perpétue la famille bourgie حد التدهورة المحلية الراسيخة في أعماق المنطقة والتي تسمى في جدورة المناطق الأطبخية والعادات والتقاليد والعريقة والتي تتمثلها العائلة البرجية أو العائلة البراجية Depuis toujours, tous les membres de la famille ont pris l'habitude d'aller dans les vastes espaces de verdure chargés de divers plats et sucrurés préparés spécialement pour célébrer cet événement يعني, منذ القدم أو منذ الماضي كل أفراد العائلة يعني, تعودوا على الذهاب إلى المساحات الخضرة الواسعة ومحملين معهم مختلف الأطباق والحالويات التي حضرت خصيصا من أجل الإحتفال بهذا الحدث Cette festivité se déroule durant les 3 premiers vendredis du mois de mars هذه الإحتفالية يعني, تبقى أحداثها تدور أثناء يعني الثلاث جمعات الأولى من شهر مارس En ce jour exceptionnel les jeunes enfants sont particulièrement mis à l'honneur في هذا اليوم الإحتفالي الأطفال السراء سيكون لهم الشرف يعني, تقول لهم أهمية خاصة وفي الأستعانة بريشات الرسم وممكن أن يكونوا من عداما المستقبل ثم بعد أيها بعد وفي حين البعد في الأخرة يعني يعطني شغل وشاء وفي察اج وك شيء كان للم ن jokes على النقر معرفة الأخرى تتريجيسانس اي انتوسيازم و بهذا يتجلل و يظهر فصل الربع في مدينة برجبوري ريج بكل فرح و ابتحاج و حمس جوى و الإعجرس ستنطين على كل جدا الفراح و ابتحاج و مرسوم على كل والوزول ولكن قبول دوري ريج بكل فصل البرح في مدينة بأن رجب ريجب و الغحانين و امشهر و اعجل البره و عشر و البرح يعني البهجة والسرور كانت مرسومة على وجوه كل الناس هذه اللحظة تمثل فرصة للتعارف والتلاقي ولم الشمل وكذلك هي فرصة للتمع والتمتع بجمال الأرض الطيبة والغنية ولا أحبتي هذا فيما يخص قراءة هذا النص أعتدر فقط في الأخير إذا كان صوتي متعب أو غير واضح وكذلك أعتدر على الانقطاع نتمنى تكونوا فهمتوني حتى نقدروا نجاوبوا على الأسئلة مع بعض نواصل هنا أحبتي يعني بعدما تكونوا استمعتوا للنص رحين نبدأوا نجاوبوا على الأسئلة كما تكونوا على الأسئلة مع بعض الأسئلة أمام الإجابة الصحيحة كما تكونوا على الأسئلة مع بعض الأسئلة وكما تكونوا على الأسئلة مع بعض الأسئلة مع بعض الأسئلة كما تكونوا على الأسئلة مع بعض الأسئلة مع بعض الأسئلة from meidän ولا أعرف فيا الأسئلةoti كما تكون أسابة d'un plat traditionnel اللي هو الباراج أو المبرجر voilà هاد هي la bonne réponse نواصل هنا أحباتي deuxième إكوت deuxième إكوت هنا كذلك أحباتي لحي نتعود تسمع للناس مرة ثانية ونحاول نجاب على الأسئلة المتباقية premièrement كمان ننتم لفت دي printemps دون ست رجل دالجيري كيف تسمع هاد الاحتفال بفاصل الرابع في هاد المنطقة من الجزائر دونك كما سمعت في الناس دون دون ست رجل دالجيري لفت دو printemps اي نومي شاو الرابع يعني بداية الرابع دوزيما ريبان بغ غري أو فو يجو في تريبانس اجيب بصحيح أو خطأ وعلي إجابتك يعني إذا كانت صحيحة رايحين ديروا تعليل أو تمدوا السبب ولا وإذا كانت الإجابة خاطئة رايحين تقولوا لماذا هي خاطئة سابعوا معي لفت رزرفة اونيكم اوز ادولت هاد الاحتفال هي يعني تقتصر فقط على الاشخاص الكبار أو الاشخاص البالغين دونك هنه سي فو لأنه يعني هاد الاحتفال هي رح يشارك فيها كل الافراد العائلة دونك ميه vendردي نواصل هنا 3 ام إكوت رح نسمع احبتي مرة ثالثة الى النص ونواصل الاجابة على الاسئلة premièrement يعني ما هي الاسباب التي تجعل سكر منطقة البورج ينتظرون بفار الاحتفال بفصل الرابع كما احبتي في النص يعني هاد الاحتفال هو فرصة للتعارف وكذلك للقاء العائلات ولم الشامل كذلك يفرصة حتى يعني يتمتعو بجمال الطبيعة وكذلك جمال الارد الطيبة والارد الغني اللي الارد الجزائر دونك لاريپونس الحسكون كاتلي العبارات والعبارات تترجم لنا فرحة سكان مدينة برج بوريريش كما شفنا احبتي العبارات الموجودة في النص هي رجويسانس اللي تعني هي الابتهاج انتوسيازم اللي هي الحماس لجوة هي الفرحة واليغرس اللي هي الفرحة الكبيرة فقط احبتي هاد المصطلحات الجديدة عليكم من المستحسن انكم تكتبوهم يعني في كناش او في اخر الكراس وديروا الترجمة يعني رحين تستفادوا منهم في الوضعيات الادماجية هذا فيما يخص احبتي الاستماع وقراءة هذا النص نتمنى تكونوا فهمتوه يعني كما شفتوا هاد الدروس صراحة انها ممتعة وشيقة يعني يعني ما نقلقوش منها ونحبو نقروها مع بعض يبقى احبتي هاد العنصر الاخير ركابتولان يعني رحين نلخص شيء اللي شفناه مع بعض ركامت بريف مع اوك تي برو برو مو كومان سدهو لفات جب خينتان او برج بوريريج احكي باختصار باستعمال كلماتك الخاصة كيف تحدث احتفالات او كيف تجري احتفالات فصل الرابع في مدينة برج بوريريج هنا احبتي الاحساب المعلومات اللي شفناها في النص والاحساب الاسئلة اللي كنا جاوبنا عليهم يعني رايحين تختصروا اهم المظاهر هذا الاحتفال في اربع جمل او خمس جمل يعني باستعمال كلماتكم الخاصة يعني مثلا تبدو شاكان لفامي دو برج وبعد تكملوا يعني ما ظهر هذا الاحتفال يعني كيفاشو ما يحضروا الاطباق التقليدية بعد ما يحضروا هذي الاطباق التقليدية يعني راحين يخرجوا للمساحات الخضراء والطبيعة ورحين يتلقوا مع بعض ويديروا انشطة ويكونوا كامل فرحانين بهذاك اليوم وولا انا حبيت نشر حالكم هكا وانتما حاولوا تكسبوها يعني مجوبات هذه الاسئلة وراحين يعني تشكلوا فقرة مختصرة وفقرة جميلة فلا بهذا احبت نكونوا وصلنا لنهاية درس اليوم اتمنى تكونوا فهمتوه فلا اتمنى التوفيق للجميع اترككم في رعاة الله وحبته وسلام الله عليكم